عقيدة التوحيد الشأن الأول الشأن الأول أعنونه الشأن الأول أعنونه التأسيس إنها الأسس الفكرية العقائدية التي سننطلق منها في أجواء عقيدة التوحيد بحسب ثقافة العترة الطاهرة تذكروا من أننا نبدأ من هنا من هذا القانون من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد التأسيس الأسس 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 الفكرية المعرفية التي سننطلق منها الكتاب الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الأول من الكاف الشريف لشيخنا الكوليني رضوان رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران هذا هو الجزء الأول صفحة 116 الحديث الثامن عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخاطبني ويخاطبكم يخاطب ابن آدم فيقول صادق العترة صلوات الله عليه يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبع من الطيور الجوارح التي تأكل كثيرا من اللحم يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبع وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاها خرق الإبرة يعني ثقبها لو وضعت إبرة وهي مثقوبة في رأسها ووضع ثقبها على عين الإنسان الرائي لاختل بصره واضطرب نظام الرؤية عنده فلن يرى بشكل واضح وبشكل طبيعي بسبب هذا الحاجز الذي لا قيمة له الذي وضع أمام عينه يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبع وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض بهذه الإمكانات المحدودة التي تمتلكها تريد أن تعرف ملكوت السماوات والأرض وما قيمة ملكوت السماوات والأرض إذا أردنا أن نتحدث عن الله ملكوت السماوات والأرض شأن مخلوق من تجليات المخلوق الأول من تجليات الكلمة الأتم من تجليات الحقيقة المحمدية فما قيمة ملكوت السماوات والأرض إذا كان الحديث عن الله فنحن عاجزون عن الإحاطة بشأن من شؤون خلقه فكيف سيكون الحديث عنه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يا ابن آدم لو كان قلبك يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبع وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض القلب عنوان وإشارة للقدرة التي يدرك بها الإنسان ما هو خارج الحواس وأما البصر فهو عنوان وإشارة لما يدركه الإنسان بحواسه مدركات الإنسان هناك مدركات عقلية يدركها الإنسان بعقله وهناك مدركات وجدانية يدركها الإنسان بوجدانه أما عنوان القلب فتارة يطلق على العقل وتارة يطلق على الوجدان وهناك من المدركات من المعلومات التي يدركها الإنسان عبر حواسه فهناك حسيات عبر الحواس وهناك وجدانيات كالعواطف مثلا كالأفراح والأحزان ما هو برزخي ما بين ما هو عقلي وما هو حسي فالحزن والفرح هذه معاني برزخية لا تقع في الحد العقلي ولا تقع في الحد الحسي فهي وجدانية تدرك بالوجدان فالإنسان يدرك بعقله ما هو عقلي ويدرك بوجدانه ما هو وجداني ويدرك بحواسه ما هو حسي ومصطلح القلب في ثقافة العترة الطاهرة في بعض الأحيان يطلق على العقل وفي بعض الأحيان يطلق على الوجدان وهذا أيضا في الكتاب الكريم لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل الدقيقة أعود إلى الرواية يابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبع وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض إن كنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول هذه حدودك يا ابن آدم فعليك أن تتدبر وأن تتفكر وأن تتفهم وأن تتعلم بحدود قدرتك الإدراكية إن كنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول كما تدعي من أنك تستطيع أن تحيط علما بملكوت السماوات والأرض وإلى رواية أخرى لكن لا بد أن تلتفت من أن الرواية حين تحدثت عن ملكوت السماوات والأرض إنها لا تتحدث عن الجانب المادي المحسوس الملكوت هو عالم ما وراء المادة وما جاء به الإمام مثالا بخصوص النظر إلى الشمس إنه مثال حسي على سبيل التقريب فالأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه أخرى لا بد أن نلتفت إلى هذه الحقيقة فمثال الشمس ما هو مثال نقيس عليه كل الحقائق إنما هي لقطة مجتزأة من مثال حسي واقعي نحن لا نستطيع أن نفتح أعيننا بشكل مباشر وننظر إلى عين الشمس إلى قلب الشمس التي هي آثار ضوئها هذا الضوء الذي يتجلى إلينا عبر الغلاف الغازي الهائل الذي يحيط بالأرض ويشكل مجموعة هائلة من الفلاتر فيما بيننا وبين الشمس مع بعد المسافة الهائلة فيما بين أرضنا وبين الشمس لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار كل هذه التفاصيل حتى نستطيع أن ندرك مضامين هذا المثل إنه مثل حسي يقرب من وجه ويبعد من وجوه كثيرة في صفحة 119 إنه الحديث السابع بسنده عن عاصم بن حميد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو يقول عاصم بن حميد يقول ذاكرت أبا عبد الله إمامنا الصادق فيما يروون من الرؤية من هم الذين يروون المخالفون المخالفون يعتقدون بالرؤية الحسية إن لم يكن في الدنيا ففي يوم القيامة وأما في الدنيا فهناك منهم من يعتقد وفقا لمرويات في كتبهم من أن الله يتجلى في غلام بالتفاصيل التي يذكرونها في كتبهم ويمكن للناس أن يروا الله بصورة ذلك الغلام بالنتيجة في ثقافة السقيفة بني ساعدة هناك اعتقاد بالرؤية الحسية في يوم القيامة وهناك منهم من يعتقد بأن الرؤية الحسية يمكن للإنسان أن ينالها عبر رؤية الله في صورة غلام ينزل إلى الأرض بغض النظر هل هم لا زالوا على هذه العقيدة هل صححوها لا شأن لنا بهم فهناك منهم من لا زال على هذه العقيدة وهناك من صحح عقيدته بحسب قواعد علم كلامهم الذي يستنبطون وفقا له عقاعده أعود إلى الرواية عاصم ابن حميد يقول ذاكرت الصادقة المذاكرة قد تأتي بمعنى المناقشة وقد تأتي بمعنى فتح الحديث والمحاورة وما يقرب من ذلك نذهب إلى فاصل صادق يا مجيب الدعبات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأسبات يا عالم الخفيئات يا دافع البليات سبحانك يا الغاث الغاث يا منه ورب وكل شهر يا منه وإله وكل شهر يا منه وخالق وكل شهر يا منه وصانع وكل شهر يا منه وقبل وكل شهر يا منه واب بعد كل شهر يا منه وفوق كل شهر يا منه وعالمون به كل شهر يا منه وقادرون على كل شهر يا منه ويبقى ويفنا كل شهر سبحانك يا الله الغاث يا اعظم من كل عظيم يا اكرم من كل کريم يا ارحم من كل رحيم يا اعلم من كل عليم يا احكم من كل حكيم يا اقدم من كل قدير يا اكبر من كل كبير يا الطف من كل لطل يا اجل من كل جلیل يا اعظم من كل عزيز سبحانك يا اعظم يا اعظم يا اعظم يا اعظم يا اعظم خلسنا من النار عاصم ابن حميد يقول ذكرت الصادق صلوات الله عليه فيما يرون من الرؤية من الرؤية الحسية فقال الشمس جزء من سبعين جزء من نور الكرسي الكرسي الذي وسع السماوات والارض الامام يشير الى هذا العنوان وسع كرسيه السماوات والارض الشمس جزء من سبعين جزء من نور الكرسي والكرسي جزء من سبعين جزء من نور العرش ففي حديث العترة الطاهرة الكرسي الى العرش كحلقة في فلات صحراء واسعة ممتدة كصحراء الربع الخالي مثلا في الجزيرة العربية كالصحراء الكبرى مثلا في شمال افريقيا صحراء ممتدة وتلقي في وسطها بحلقة كهذا الخاتم فالكرسي بكل عظمته بحسب احاديث العترة الطاهرة بالقياس الى العرش هو كحلقة في فلات والكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش والعرش جزء من سبعين جزءا من نور الحجاب ما وراء العرش والحجاب عالم لا نستطيع ان نتصور حقيقته وانما حدثونا عنه والعرش جزء من سبعين جزءا من نور الحجاب والحجاب جزءا من سبعين جزءا من نور الستر انها عوالم الانوار ما بعد العرش وما بعد الحجب فان كانوا صادقين ان كانوا صادقين فيما يقولون من امكان الرؤية الحسية فان كانوا صادقين فليملأوا اعينهم من الشمس ليس دونها سحاب عرض بشيء من التفصيل لنفس المضمون الذي قرأته عليكم في الرواية المتقدمة هذا أساس ننطلق منه واذا واذا تتذكرون فانني في مقدماتي هذه الحلقات أعني مجموعة حلقاتي اعرف امامك في المقدمات قبل ان افتح الصحيفة الاولى حدثتكم عن ان النقطة التي ننطلق منها لمعرفة محمد وآل محمد وبعبارة دقيقة لمعرفة امام زماننا لا بد ان نبدأ من نقطة نعرف عندها قدر انفسنا وبينت لكم من ان ثقافتهم تعلمنا الحكمة لا تكون الا حيث تكون القلوب المتواضعة المتصاغرة الذليلة في فناء محمد وآل محمد والكلام هو الكلام علينا ان نعرف قدرنا على الانسان ان يعرف قدر نفسه كي يتمكن ان يتحرك بشكل سليم وبنحو صحيح هاتان الروايتان بمثابة اماضة تكشف لنا الطريق من هنا البداية بداية هنا في شؤون التوحيد من هنا من هذه المضامين التي حدثتنا هذه الروايات عنها صفحة مية وستعاش انه الحديث العاشر بسنده عن عبد الرحمن ابن عتيك القصير قال سألت ابا جعفر يسأل امامنا الباقرة صلوات الله عليه عن شيء من الصفة عن شيء من الصفة حديث اهل البيت حدثتنا باتجاهين حدثتنا عن ان الله لا يوصف وعن ان الله يوصف هل هذا تناقط ليس بتناقط ان الله يوصف بحسب ما وصف به نفسه في قرآنه قطعا في قرآنه المفسر بتفسير علي وآل علي كما بايعنا في بيعة الغدير اننا نصف الله بما وصف به نفسه ولا نصفه بحسب مداركنا كما يفعل نواصب السقيفة حيث يصفون الله بأوصاف كأوصاف المخلوقين ربما يتحدثون في زماننا بطريقة أخرى يجدون لهم مخارج من الكلام لكننا نتحدث عن زمان هذه الروايات وهذه الأحاديث فإنهم كانوا يتحدثون عن صفات لله كصفات المخلوقين عبد الرحمن ابن عتيك القصير يقول سألت أبا جعفر عن شيء من الصفة من الصفة بحسب مدارك الإنسان وبالمقايسة على صفات المخلوقين فرفع يده إلى السماء متبرعا رافضا لما يقولون فرفع يده إلى السماء ثم قال تعال الجبار تعال الجبار من تعاط ما ثم ما هناك هلك من تعاط ما ثم ما هناك هلك من تعاط وصف الله بصفات نقيسها على مداركنا المحدودة فهل أن الله يوصف يوصف بحسب ما وصف به نفسه وبعبارة دقيقة دقيقة بحسب ما وصفه محمد وآل محمد من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم من هنا نأخذ التوحيد لا من العرفاء لا من العرفاء ولا من المتصوفة ولا من الفلاسفة ولا من علماء الكلام ولا من سقيفة بني نجاف ولا من سقيفة بني ساعدة على اختلاف تشققات السقيفتين وعلى تنوع تفرعات السقيفتين لا شأن لنا بكل ذلك الله يوصف نعم بحسب ما يصفه لنا المعصوم الله لا يوصف نعم إذا كان الوصف بحسب مداركنا وبالمقايسة وفقا لصفات المخلوقين عبد الرحمن ابن عتيك القصير يقول سألت أبا جعفر عن شيء من الصفة فرفع يده إلى السماء ثم قال تعال الجبار تعال الجبار تعال الجبار من تعاطى ما ثم هلك من تعاطى الصفة بالنحو الذي يرفضه محمد وآل محمد من تعاطى ذلك هلك إلى الصفحة الرابعة والعشرين بعد المئة إنه الحديث الحادي عشر بسنده عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول إن الله لا يوصف وكيف يوصف وقد قال في كتابه وما قدر الله حق قدره فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك وما قدر الله حق قدره لأنهم وضعوا قدرا لله بحسبهم وبحسبنا لا نستطيع أن نضع قدرا لله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نصفه بحسبنا وإنما نصفه بحسب ما وصف به نفسه وبحسب ما فسره وشرحه وأوله لنا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه مثل ما قلت لكم في أول الحلقة التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط تذكروا دائما هذا القانون من قوانين الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم وهذا بالضبط ما أفعله الآن في هذا البرنامج وما تفعلونه أنتم أنتم لا تأخذون دينكم مني أنتم تأخذون دينكم من محمد وآل محمد أنا وسيط أنا ناقل أنا جهاز ينقل لكم هذا الحديث فهذا كلامهم وهذا حديثهم في صفحة الخامسة والعشرين بعد المئة بسنده عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق وعبد الله بن سنان شخصية معروفة ومن أعلام أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه عبد الله بن سنان يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه هكذا قال إن الله عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنها عظمته لا تدركه الأبصار الأبصار حواس وإدراكها محدود لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أعيد كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه دققوا النظر في هذه الكلمات وبعد ذلك سأكمل لكم حديث إمامنا الصادق من جواهر كلماته الشريفة هكذا يقول إمامنا الصادق إن الله عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنها عظمته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فهو محيط بكل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار حين أقول هو محيط بكل شيء لا أتحدث عن إحاطة حسية إنها إحاطة العظمة الإلهية إنها إحاطة الجبروت السبحاني هذه الإحاطة التي أشير إليها لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولا يوصف بكيف ولا أين ولا حيث لأننا إذا وصفناه بوصف يكون جوابا كيف هو الله صار مخلوقا فإننا حينما نتحدث عن الكيفية هنا نعتمد على مفردات في أذهاننا وعلى مفردات في تصورنا وعلى إشارات ورموز في واقع خيالنا وكل هذا مستقن إما من أنفسنا وإما مما هو حولنا إنها شؤون المخلوقين وفي ضوء ذلك نبدأ نشكل وصفا له سبحانه وتعالى من هنا نحن لا نستطيع أن نصفه بهذه الطريقة وبهذا الاتجاه ولا يوصف بكيف ولا أين ولا حيث وكيف أصفه بالكيف وهو الذي كيف الكيف حتى صار كيفا فعرفت الكيف بما كيف لنا من الكيف والمراد من الكيف هنا هي حالة المخلوق فيما تحدد كيفيته حدود أوصافه وخصائص طبيعته فتلك هي كيفية المخلوق وهذا هو الكيف الذي يشير إليه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكيف أصفه بالكيف إنها حدود أوصاف المخلوق إنها خصائص طبيعته هذا هو كيفه كيف المخلوق وكيف أصفه بالكيف فكيف أصف الله بمثل هذا الوصف وكيف أصفه بالكيف وهو الذي كيف الكيف حتى صار كيف فعرفت الكيف بما كيف لنا من الكيف أصف أصفه بأين وهو الذي أين الأين والإشارة في الأين إلى المكان إلى الجهة التي يكون فيها الكائن المتكون بالكيفية المتقدمة أم كيف أصفه بأين وهو الذي أين الأين والأين لا تشير إلى المكان فقط لكن المكان هو العنوان الأول فهي تشير إلى الزمان أيضا فالأين أين مكان وأين زمان بمعنى متى أم كيف أصفه بأين وهو الذي أين الأين حتى صار أين فعرفت الأين بما أين لنا من الأين إنها قوانين العالم الذي نعيش فيه فهناك المكونات التي كونت ولها أوصافها ولها كيفياتها ولها طبائعها وهي التي تكون في وعاء المكان وفي وعاء الزمان وهذه المكونات لا تنفك عن مكانها وعن زمانها وللأمكنة قوانينها وسننها وللأزمنة كذلك فالذي كون الكون هو سبحانه وتعالى وكيفه وأينه وحيثه فكانت لهذه المكونات من الحيثيات في كل اتجاه من اتجاهاتها وفي كل بعد من أبعادها حتى في أبعادها المعنوية فأبعادها المعنوية مقيدة بطبائعها المادية وليس هناك من انفكاك فيما بين خصائص حالاتها المعنوية وخصائص حالاتها المادية فكل ذلك محكوم بقواعد الكيف وسنن الأين وطبائع الحيث أم كيف أصفه بحيث وهو الذي حيث الحيث حتى صار حيث إنها الجهات المتعددة في كل كائن علاقته مع الكائنات التي تحيط به الجهات التي تحيط به حيثية ظاهره إلى باطنه وحيثية أجزائه التي يتركب منها كله تلك هي الحيثيات وهو الذي حيث الحيث حتى صار حيثا فعرفت الحيث بما حيث لنا من الحيث فالله تبارك وتعالى داخل في كل مكان وخارج من كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا إله إلا هو العلي العظيم وهو اللطيف الخبير أعيد قراءة الرواية بشكل كامل من دون أن أقف عند عبائرها فلقد شرحتها بما تيسر لي بحسب المقام وضيق الوقت وهذه المضامين ستتكرر عندنا وسأقرأ عليكم من الروايات ما يكشف لكم الصورة الصورة بأفضل ما يمكن أن تكون من الجهة العلمية والمعرفية والعقائدية قطعا عبد الله ابن سنان يحدثنا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أنه قال إن الله عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنها عظمته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولا يوصف بكيف ولا أين ولا حيث وكيف أصفه بالكيف وهو الذي كيف حتى صار كيف فعرفت الكيف بما كيف لنا من الكيف أم كيف أصفه بأين وهو الذي أين الأين حتى صار أين فعرفت الأين بما أين لنا من الأين أم كيف أصفه بحيث وهو الذي حيث الحيث حتى صار حيث فعرفت الحيث بما حيث لنا من الحيث فالله تبارك وتعالى داخل في كل مكان وخارج من كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا إله إلا هو العلي العظيم وهو اللطيف الخبير فسبحانه من هو هكذا لا هكذا غيره ترجمة نانسي قنقر